حقائق جديدة تتكشف عن قيام ميليشيات الحوثي باستقطاب مرتزقة من بعض الدول الافريقية وتدريبهم وارسالهم الى جبهات القتال المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة قال ان اسيرا من احدى الدول الافريقية وقع في قبضة الجيش الوطني في جبهة ميدي واماط اللثام عن جملة من الحقائق المركز اشار الى ان الاعترافات الاولية التي ادلى بها الاسير الافريقي تشير الى ان ميليشيات الحوثيين تقوم بتدريب عناصر افريقية من جنسيات مختلفة في معسكرات تدريبية تقع في الجزر الافريقية المحاذية لليمن وذلك باشراف خبراء ايرانيين ولبنانيين من حزب الله ليست المرة الاولى التي يثبت فيها تورط خبراء عسكريين من ميليشيات حزب الله اللبناني وايران في دعم ميليشيات الحوثي فقد اعترف الكثير من الاسر الحوثيين بتلقيهم تدريبات ومحاضرات على ايدي هؤلاء الخبراء خصوصا في صعدة وعمران التورط الخارجي لايران وميليشيات حزب الله في حرب اليمن ودعم الحوثيين اكدت هما وقائع الصواريخ التي يتم تهريبها الى اليمن بسبل مختلفة التي يتم تطوير البعض منها عسكريا ولعل الصاروخ الباليستي الذي اطلقته ميليشيات الحوثيين على الرياض مؤخرا يكشف ان تلك الصواريخ تم جلبها من الخارج وكان المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي اكد ان نوعية الصواريخ التي اطلقها الحوثيون مؤخرا لم تكن موجودة لدى الجيش اليمني ما يشير الى تورط طهران وحزب الله في تهريبها وتطويرها كما اسقط الجيش الوطني اليمني عددا من طائرات التجسس التابعة للحوثيين في بعض الجبهات ومصدرها ايران